ليوم واحد فقط انعقد في العاصمة السعودية الرياض الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن حضور رفيع في الاجتماع تقدمه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر ووزير المالية السعودي محمد الجدعان وشمل ممثلين عن أكثر من خمسين بلدا وجهت إليها دعوة الحضور بالإضافة إلى منظمات دولية مانحة والمبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الاجتماع لم يستهدف جمعا فوريا للأموال بل كرسة لتبادل وجهات النظر واستعراض مدى استعداد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة للمشاركة في تقديم الدعم بما في ذلك الدعم المالي للشروع في عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن وفقا للبيان الصادر عن هذا الاجتماع رئيس الوزراء بن دغر أكد في كلمة له الحاجة إلى الإسراع في تحريك الكثير من الأمور بشأن اليمن في إطار خطة التعافي وإعادة الإعمار وتحريك الأموال التي تكدست في البنوك وتحريك الأرصد الموقوفة والتي من شأنها أن تسهل الحركة النقدية وإعادة الإعمار وزير المالية السعودي من جهته توقع أن يخرج الاجتماع بتوجيه مشترك حول ما يمكن القيام به لتلبيات احتياجات اليمن على المدين القصير والمتوسط وأن تؤكد الدول المشاركة استعدادها لتقديم الدعم المالي والفني لتعافي اليمن وإعادة الإعمار فيما قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي عرضا بالأرقام عن الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني في بلاده في ظل تدهور غير مسبوق شامل كل الجوانب في جلسات العمل الأربع التي استغرقها اجتماع الرياض ناقش المشاركون الاستجابة الفورية للأزمة الغذائية والاحتياجات العاجلة لدعم الميزانية ومسودة خطة عمل التعافي وإعادة الإعمار فاضلا عن مؤشرات المانحين لتقديم الدعم المالي لليمن بقدر كبير من التفاؤل خرج المشاركون في اجتماع الرياض على أمل أن يحفز الوضع المتردي في اليمن المانحين على تقديم العون هذه المرة للأولويات العاجلة وفي مقدمتها الميزانية والأمن الغذائي